الإمام ابن باديس إمام الجزائر فهو صناعة والده ولدينا الإمام مالك الذين اتبعوا مذهبه في الفروع هو صناعة أمه بعثوا دور الوالدين في الأسرة في عملية التحصيل العلمي وخلق تكامل بين الأسرة والمدرسة هو ما تسهر عليه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بمشاركة وزارة التربية الوطنية من خلال ندوة علمية وبرامج جوارية عبر مختلف مساجد الجمهورية دور المدرسة في الحقيقة هو استكمال لدور الأسرة لأن البداية تكون من العائلة ومن الأسرة وقبل أن يدخل التلميذ المدرسة تكون شخصيته قد اكتملت في السنوات الأولى من حياته في مدرسته بما يتلقاه في العائلة من تنشئة اجتماعية ومن علم ومعرفة بالقيم الاجتماعية التي سوف يعيش بها ومن الخطأ أن يسلم الأولياء أبناءهم للمعلم ويكتفون بذلك دون مراقبة ودون متابعة أن نحمل المدرسة وحدها مسؤولية التحصيل العلمي هذا من الخطأ الذي نقع فيه كثيرا لذلك كان لابد من التأكيد على دور الأسرة في التحصيل العلمي لأبنائها لأنه لابد أن يكون هناك تكامل بين المدرسة والأسرة وأن لا تكون هناك قطيعة المواطنون والمصلون استحسنوا هذه المبادرة التي تعمل على خلق تعاون بين المدرسة والأسرة هذه المبادرة طيبة إن شاء الله تكون المعلومة وصلت وإن شاء الله نأدو الواجب بتاعنا ونوصلوا المعلومة لولادنا إن شاء الله ونتعاونوا مع الأولياء ونتعاونوا مع الأساتذة ونتعاونوا مع الوزارات ووزارة التربية ووزارة شؤون دينية لازم تكون المراقبة العلمية لازم تكون المراقبة لازم يكون حلقة وصل بين الأستاذ والأب هذا وستكون الندوة العلمية متبوعة بعديد النشاطات الجوارية عبر مختلف المدارس بأطوارها الثلاثة وحتى الجامعات ومراكز التكوين المهني وهذا على مدار ثلاثة أيام بهدف توحية المواطنين من مختلف المخاطر اليومية